بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور فيسا سالم الهجري سنواصل شرح مقرر كيم عضويا واحد وسنمر إذن إلى الجزء الرابع حيث سنقوم بشرح أهم تفاعلات الألكاينات إذن سنمر إذن إلى التفاعل إضافة الهيدروهالوجين على الرابطة الثلاثية حيث تتفاعل هاليدات الهيدروهالوجين مع الألكاين بنفس طريقة تفاعلها مع الألكين وسنلاحظ في هذا التفاعل أن هناك مرحلتين مرحلة أولى يتم إضافة هاليد الهيدروهالوجين على الرابطة الثلاثية حيث يتحول الرابطة الثلاثية إلى رابطة ثنائية ثم في مرحلة ثانية تتفاعل الرابطة الثنائية مع هاليد الهيدروهالوجين الثاني للحصول على الألكاين يجدر الإشارة هنا إلى أن تفاعل إضافة الهيدرهالوجين على الرابط الثلاثي يتم حسب قاعدة ماركوفنيكوف والتي تنص على أنه خلال عملية إضافة الهيدرهالوجين يعني إضافة البروتون في المرحة أولى ثم إضافة الهولوجين في المرحلة الثانية أن إضافة البروتون في المرحة أولى تتم على الكاربون الذي يحمل أكبر عدد هيدروجين ثم فيما بعد في المرحلة الثانية يتم إضافة الهالوجين سنقوم بشرح هذا التفاعل إذن على المركب التالي المتمثل هنا في البيوتاين إذن البيوتاين هنا المتمثل في الألكين أو الألكاين الطرفية إذن خلال إضافة الهالوجين هنا حسب قاعد ماركوفنيكوفا قلنا أنه في البداية يتم إضافة البروتون على الكاربون الذي يحمل أكبر عدد الهالوجين والمتمثل هنا في الكاربون الطرفية ثم في المرحلة الثانية يتم إضافة البروم على الكاربون الثاني وبالتالي نتحصل على واحد برومو بيوتين كما تلاحظون في المركب التالي ثم في المرحلة الثانية يتفاعل واحد برومو بيوتين مع جزيء الهبار الثانية ويتم الإضافة كذلك حسب قاعد ماركوفنيكوفا حيث يتم إضافة البروتون في المرحلة أولى على الكاربون الذي يحمل أكبر عدد الهالوجين الموجودة على الرابط الثنائي ثم كذلك إضافة البروم هنا على الكاربون الثاني ونتحصل بالتالي على جزيء 22 دايبرومو بيوتين نمر الآن إلى التفاعل الأخير أو التفاعل القبل الأخير المتمثل هنا في إضافة جزيء الماء على الرابط الثلاثية ويتم إضافة كذلك جزيء الماء على الرابط الثلاثية حسب قاعدة ماركوفنيكوفا في التفاعل التالي حيث يتم إضافة الماء على الألكاين الطرافية يؤدي في نهاية التفاعل على الحصول على الكيتون أو كيتون المثيل التالي ويتطلب هذا التفاعل وجود الزئبق حيث يتم كما قلنا في المرحلة أولى إضافة البروتون على الكاربون الذي يحمل أكثر الهيدروجين وهي الكاربون الطرافية وإضافة مركب الماء على الكاربون الثاني ونتحصل بالتالي على الإينول التالي ثم فيما بعد يتم إذن تفاعل البروتون على الرابط الثلاثية وإضافة البروتون إذن على الكاربون الذي يحمل أكبر عدد هيدروجين حسب قاعدة ماركوفنيكوفا ونتحصل على هذا الوسيط الذي يتفاعل بدوره هنا وينتقل هذا الزوج الإلكتروني للأكسجين لتكوين الرابطة باي هنا بين الكاربون الأكسجين ويسترد يعني الزوج الإلكتروني من هذا الجانب ويؤدي بالتالي إلى خروج البروتون ونتحصل إذن على الكيتون المثيل التالي نمر الآن إلى التفاعل الأخير المتمثل هنا في تفاعل الأكسجين على الرابطة الثلاثية إذن تتفاعل الكائنات مع برمانغانات البوتاسيوم ويؤدي إلى إنتاج الكيتونات المتجانبة كما هو الأمر بالنسبة لهذا التفاعل الأول وذلك إذا استعملنا الأكسجين الخفيفة يعني في درجة حرارية طبيعية وبوجود الماء فيؤدي ذلك كما قلنا إلى إذن إنتاج الكيتونات المتجانبة أما إذا تم استعمال الأكسجين في ظروف أكثر قوة يعني في وجود حمض الكبريتيك يعني تركيز قوي وحرارة فإن هذا التأكسج يؤدي إلى انشقاق الرابطة الثلاثية تماما والتحول من الرابطة الثلاثية إلى مجموعات كاربوكسيلية كما تلاحظون هنا وبالتالي انشقاق الرابطة الثلاثية تماما إذن تحصل على جزئين إذن متمثلة في أحماض كاربوكسيلية كما هو الأمر بالنسبة لهذا التفاعل ترجمة نانسي قنقر